اربك قرار توقيف يتنقل بين المدن حسابات مهني قطاع النقل الطرقي الجمعي للاشخاص حيث توقفت الاف الحافلات تماما عن العمل وتوقفت معها عجلة الحياة في هذا القطع الحيوي معنا عبر الهاتف جلالي الرحمن رئيس جمعية اتحاد النقل الطرقي للاشخاص والكاتب الوطني للنقبات الوطنية لنقل الجمعي للاشخاص بداية سي رحماني حدثنا عن حجم الازمة داخل القطاع في فترة الحجر الصحي كما يعلم الجميع ان عدد الرخص العامل في القطاع دون المتوقفة 2400 تشتغل في اطار 1540 مقاولة ويشتغل خلالها الالاف من شغلة القطاع وبعد قرار 19 مارس 2020 توقيف نشاط المحطة الطرقية والنقل بين المدون والذي جاء بشكل مفاجئ أربكا مهنيين وجعلهم عاجزين عن أداء واجبات التأمين أداء واجبات عقود الإيجار وكذا الديون الأبنك وهذا ما يهدد بكارثة اجتماعية واقتصادية حيث أن مجموعة من المقاولة الآن مهددة بالإفلاس ومهددة بالتوقف بسبب عدم وفائها بالالتزامتها للأسف الشديد دون أي دعمين ودون أي التفاتتين من قبل الجهات الوصية رغم المرسلات ورغم التنبيه للوضعية المزرية التي يعيشها القطاع بسبب فيروس كورونا وبسبب التوقوف عن العمل الاضطراري طيب الآن هل من أخبار عن استئناف العمل في القطاع وهل من حلول مقترحة السيد الرحمن ولتخفيف الأزمة وأثارها على القطاع وتجنب الكارثة الاجتماعية نطالب بمراجعة المنظومة الضريبية مع إعفاء المهنيين من أداء الضرائب سنة 2020 إلى غير 30 دجنبير مع إمكانية توفير سيولة مالية بدون فوائد وتسدد على مدد مريحة كما نطالب بمشاركة وزارة الصحة إلى الجانب المهنيين من أجل توفير مواد التعقيم ومن أجل توفير البيئة المناسبة لضمان سلامة وصحة مرتفقي المحطة التروقية ونطالب بمؤسسات الدولة ولسيما الولاة والعمال وكذا المجالس البلدية على عقد لقاءات قبل انطلاق المحطات التروقية من أجل القاضاء على مظاهر العشوائية وعلى مظاهر الاكتداد وعلى إيجاد سيغاء المناسبة لاستعمال المرتفق المحطة التروقية في ظروفين تضمن سلامتهم وتضمن صحتهم شكرا لكم جلالي الرحمني وذكر رئيس جمعية اتحاد النقل الطرق للأشخاص والكاتب الوطني للنقبة الوطنية للنقل الجمعي للأشخاص على كل هذه التوضيحات اشتركوا في القناة